الحق يقبل من أي إنسان والباطل يرد من أي إنسان فكوننا نجعل ما يحصل من الخلاف بين الدعاة أعضهم مع بعض أو بين العلماء سبباً للتنازع والتفرق والتعصب وأن تصل لفلان وأن تنتصل لفلان فيضيع الوقت بالجدل الذي لا فائدة منه بل في مضرة لا شك أن هذا ليس بصواب وليس بسديد انظر ما ينفعك امشي في الطريق الذي ينفعك ودع ما لا يعنيك ولا تقس الحق بالرجال العكس والصحيح ما هم أن نقس الرجال بالحق يعني لا تعتبر الحق بالرجال ولكن يعتبر الرجال بالحق والتعصب للأشخاص خطأ وأريد بهذا التعصب للأشخاص في مثل زمننا هذا لأنهم قد يخطؤون فهل توافق على الخطأ والصواب لا اجعل نيتك وما في قلبك أنك تتبع الحق أينما كان ولا تتعصر ولا تنافر أخاك ولا تجعل للشيطان عليك طريقا يلقي بينك وبين أخيك العداوة والبغضاء من أجل التعصر